خير عليكم حبيبي تعالوا بعدنا نديروا فطيرة تركية بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة بمقادير الكاشي اول حاجة ضفت معلقة كبيرة من الخميرة معلقة كبيرة سكر رشد ملح معلقتين حليب معلقة زيت خمس كواشي كبار من الدقيق فنجال ميا دافية لو حستوها خفيفة نضيفوا كاشيكين دقيق اخرى نسيبوها تخمر قصر ربع الساعة بعدين هان جاهز طنجرة شوي الزيت بصدا مكعبات شوية توم صيب شنطي دجاج مكعبات طماطمة فلفل حلو البهرات حطيت ملح فلفل اكحى البهرات دجاج شوية بزار نقلبوه شوية ما ضفتش ميا لانه كيف ما قلتلكها من الخضرها دي ما اطلع في ميا ضفتها وهو بارد الدجاج على الحجينة وضفت حبة البركة وجبنا مجزرلة وقلبتها كويس وبعدين هانا خليط مقلية دهنتها شوية الزيت وحطيت شوية من الخليط بتاع الفطيرة بعدين هانا رشيت شوية الزيت باش لما نجي نقلبها بدل ما نحط خراف المقلية وكي بجد طعمها يهبل طلعت تقريبا حوالي اربع فطيرات والله طعمها يهبل لديدة ممكن عادي الحشو اختياري ممكن تحطوا مثلا مفروم وممكن تن ممكن مفروم والزيتون ممكن شاور مع دجاج كيف ما تحبوا انت مراحة تكم بعدين انا قطعتها بالقطعت البيلسة انقصرت وكنت مستعجل المغرب قدان وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة